موسيقى السلام عليكم نحن اليوم بمشروع بحشيكا الواقع في منطقة اسبارطا كله أحد المناطق الحيوية الواعدة في اسطنبول المستقبلة المشروع في اهتمام خاص بمنطقته من قبل الحكومة التركية لأنه عملت أكثر من مشروع في المنطقة يقع على بعد واحد ونصف كيلو من محطة مترو مستقبلية خلال عامين يقع على بعد واحد ونصف كيلو من مشروع قناة اسطنبول المهم جدا يقع أيضا على بعد ثلاثة كيلو من طريق E-6N السريع الذي يصل إلى أوروبا المشروع أيضا يقع على بعد ثلاثين دقيقة بالسيارة من مطار اسطنبول الجديد أكبر مطار في العالم أهم شيء بتميز فيه المنطقة أنه مستقبلها كتير وعد كتير مهم بسبب المشاريع اللي ذكرته سابقا لذلك أخذ شقة بهذا المشروع رح يكون أمر مهم جدا اللي حابب يستثمر عقار في تركيا خلونا نشوف سوا شركة الإنشاء اللي قائمة على المشروع هي شركة عريقة خلال 25 سنة سلمت كل هاي المشاريع بما يعادل مساحة أكثر من ثلاثة ونصف مليون متر مربع هاي الشركة سلمت مشاريع سكانية ومولات وأيضا مكاتب تجارية ومحلات خلينا نشوف المشروع سوا طبعا هذا هو المشروع الماكات مثل ما تكون شايفين بيبين أنه المشروع مؤلف من ثمانية بلوكات من A حتى F طوابق المتوفرة داخل المشروع أو داخل البلوكات هي جاي من ثلاثة طوابق حتى 13 طوابق طبعا هالتباين هات في عدد الطوابق أعطانا حركات حلوة بالنسبة لديكور المشروع أيضا بين البلوكات عاملين تراسات عاطية جمال للمشروع وعاطية مساحات خضراء إضافية بالمناسبة مساحة المشروع تقريبا 21 ألف متر مربع 8 ألف متر مربع منها جاي مساحات خضراء تصميم الحديقة كتير حلو في عنا نوافير مائية في عنا ألعاب أطفال رح تكون إضافة إلى الأشجار والأزهار الموجودة ضمن المشروع خدمات المشروع أكيد يعني لازم يكون في مسبح هو مسبح مغلق مكشوف بشكل جزئي أيضا في عنا رح يكون ساونا رح يكون في عنا حمام تركي لازم يكون عنا أيضا نادي رياضي للناس اللي ساكنين هون طبعا نماذج الشقق المتوفرة جاي من غرفة وصالة حتى أربعة وصالة متوقفة لكل نماذج في معظم البلوكات الحلو أيضا بالمشروع أنه معظم الشقق فيها بلكونات هي شغلة إيجابية إطلالات الشقق لداخل المجمع كتير رح تكون إطلالات حلوة لأنه في حديقة وشركة الإنشاء هي شركة عريقة وقديمة وبتهتم بالتفاصيل بالتالي رح يكون فيه اهتمام بالنسبة لموضوع تصميم الحديقة أيضا في عنا إطلالات خارجية للمشروع الإطلالات الخارجية بالنسبة للشقق اللي جاي من هذا الطرف رح تكون بالطوابق المنخفضة ممكن تكون شوي إطلالات عادية لكن طوابق المتوسطة والمرتفعة إطلالاتها ممكن تكون جميلة طبعا المشروع سيحيط فيه مشاريع أخرى وخدمات متوفرة بالمنطقة مثل ما عوادتنا جميع البلديات دائما أنه يكون فيه اهتمام خاص بما يحيط المناطق السكانية من مشافي ومدارس ونحوه هي شقة نموذجية في المشروع ثلاث غرف وصالة فيها حمامين مساحتها 160 متر مربع المساحة الصافية 111 متر مربع الصالون نحن موجودين فيه مساحته تقريبا 30-31 متر مربع الديكور على الفكر المختار هو لطيف لكن لا يسلم كالعادة طبعا التشطيبات بتكون كاملة عندنا الأرضية الباركية المستخدمة هو نوعية جيدة جدا ولونه نطيف لون ليس بالغامق وليس بالكاشف أيضا المطبخ عندنا مساحته 11 متر ونصف متر مربع للوهل الأولى ممكن تحسوا أنه صغير لكن في عندنا نحن شرفة أو بالكون متصلة بالمطبخ وبالصالون مساحتها تقريبا 7.5 متر مربع ممكن الاستفادة منها بالإضافة للمطبخ وهيكو نكون كسبنا مساحة إضافية المطبخ الشرفة المطلة عليه بتتميز كونه أنه هي مغلقة ومكشوفة بنفس الوقت مغلقة بين السقف ومكشوفة بشكل جزئي أيضا بالمطبخ بتسلم عنها شافة الروائح البوتوغاز والفرن بالنسبة للثلاجة والماكرويف لا يسلم الحمامات أيضا السيراميك المستخدم هو كواليتي جيد جدا خلونا نشوف غرف النوم سوا كمان ها هي غرفة نوم الأبوين مساحتها 15 متر مربع متضمنة مساحة غرفة الملابس بالنسبة للغرف النوم التانية مساحتها بين الـ 11-10.5 متر غرف نوم الأطفال طبعا داخل هاي الغرفة في عنا حمام ماستر مساحتها تقريبا 4 متر مساحة كويسة التشطيبات والألوان المستخدمة هي ألوان راقية وجميلة الأبواب لفت نظر أنهم مستخدمين للنون الأبيض استخدمين الزجاج ببعض الأمكان مثل المطبخ وبالنسبة لغرفة الملابس هذا كل شيء بالنسبة للشؤؤة النموذجية لكن بحب أنواه أنه نحن النماذج المتوفر عنا هي نماذج مختلفة ومتنوعة وعنا من غرفة وصالة حتى أربع وصالة في بعض الشقق في إلها تراسات هذا الأمر بمنحها مساحة كبيرة إضافية ومساحات خضراء جميلة لبعض الشقق الكبرى أيضا أنصحكم في مشاهدة الفيديوهات الأخرى التي تتكلم عن المشاريع الأخرى التي ترضى شركة امتلاك العقارية وفيكم تزوروا موقعنا على الانترنت امتلاك.net شكرا لكم على خير شكرا امتلاك العقارية مستشار العقار في تركيا